يعاني أبناء محافظة دمار من سلطة الميليشيا التي جعلت من محافظاتهم مستودعاً لحربها فقد ساقت الآلاف منهم لجبهات القتال بعضهم بالإكراه أما التجار والمواطنين فقد أنهكتهم حملات الجباية التي تقوم بها الميليشيا تحت مسمى المجهود الحربي تفاصيلوا في سياق التقرير في دمار لا صوت يعلو فوق صوت الميليشيا فمنذ أن أجداحتها أواخر العام 2014 وتحدداً في الخامس عشر من أكتوبر لجأت الميليشيا إلى تصفية خصومها بأساليبها المعروفة بالقتل ونسف المنازل والتهجير ليتسنى لها بعد ذلك إحكام قبضتها الأمنية وقد أرهبت العامة وبعد تصفية الخصوم كانت الميليشيا قد بدأت بالسيطرة الإدارية وإصدار التعيينات في المؤسسات العامة لأتباعها مثلت المحافظة قاعدة انطلاق للميليشيا في حربها على محافظات وسط البلاد والجنوب حيث شيدت فيها معسكرات لحجد وتدريب المقاتلين وكذلك سجوناً لوأد المعتقلين لديها لكن تلك المعسكرات سرعان ما تغيرت وأصبحت مقابر لقتلها بعض الضربات التي تلقتها في جبهة القتال الأخرى ابتداء من عدن وحتى تعز كحال هذه المقبرة التي يقال إنها تضم خمسة آلاف قتيل وهي واحدة من عشرات المقابر التي تم استحداثها في مدينة ذمار ومديرياتها الريفية هكذا هو حال ذمار فقد فقدت الآلاف من أبنائها الذين ساقتهم الميليشيا إلى جبهات القتال لتعود لأهاليهم بصور معلقة في الشوارع أما تجارها فقد انهاكتهم الجبايات وحملة التبرع المتكررة لما يسمى بالمجهود الحربي ترجمة نانسي قنقر